أبدأ معاكو بأخبار في منتهى الأهمية من الزمالك ومن الأهل من الأهل ومن الزمالك أنا عارف الناس اللي هوات الترتيب دول هنبدأ ونتحدث عن صفقات ولاعبين راحلين بس النهاردة هبدأ بصفقة كبيرة كبيرة جدا بالنسبة لنادي الزمالك لو تمت أنا هبقى ضقيق جدا في كلامي وأنا بقولك عشان لا رفع التوقعات بتاعتك جدا ولا أصدمك أنا هخليك في حتة معقولة هخليك في الواقع الحقيقي اللي بيحصل دلوقتي الزمالك يا جماعة دخل في مفاوضات قوية جدا لضم مين الفزورة مين الفزورة كانت إيجابتها خلال الأيام الماضية اتنين هتلاقوا الناس كلها بتتكلم عنه أشرف بن شرقي ورمضان صبحي كل الناس تقولك إيه الزمالك بيفاوض أشرف بن شرقي الزمالك بيفاوض رمضان صبحي بالمراسبة الزمالك مهتم بالاتنين مش بقولي مش بنفيها يعني بس ده حدث أصبح إيه حضراتكم عارفينه في واحد بقى دخل في الصورة مع كامل الاحترام لأشرف بن شرقي ورمضان صبحي هو على مستوى الأرقام والتاريخ أكبر من الاتنين والخبرات كمان نحن نتحدث عن عمر السومة واحد من أهم اللاعبين اللي في أسيا واحد من اللاعبين المميزين جدا سواء كان مع أهل جدة سواء كان الموسم الماضي مع العربي القطري واحد من أفضل اللاعبين في أسيا آخر عشر سنوات مهاجم عظيم معدل تهديفه مش طبيعي مهاجم سوبر بحق وحقيقي اسم كبير وتردت كسيرا بين أندية مصرية خلال السنوات الماضية ولكن سعره صعب جدا ما خلاش أي نادي في مصر يعرف يشتري طيب يا كريم أنت بتقولي السومة يجي للزمالك وأصلا الزمالك يتحدث عن معاناة مالية ده من سنتين تلاتة لما كانوا فيه فلوس ما كناش نعرف نجيب السومة كمان هتيجي دلوقتي هتيجي دلوقتي تقولي إن السومة هيجي الزمالك وبياخد تلاتة مليون دولار في العرب القطري كل موسم لو يعني حوالي مئة وعشرين مليون جنيه مصري ده غير الفلوس اللي الزمالك المفروض يشتري بيها اللاعب من أهل جدة ما خلت بالك أهل جدة مستعد الآن للتفاوض حول بيع السومة ليه؟ من السومة آخر سنة ليه في عقده وهي السنة الجاية مع أهل جدة فأهل جدة قالك لأ تم استثمر فيه أكتر طيب أهل جدة حاطت كام في السومة حاطت المهاجم السوري الكبير جدا ده حاطت من اتنين لتلاتة مليون دولار لبيعه من اتنين لتلاتة مليون دولار لبيعه أو تحديدا من اتنين ونص التلاتة بس اللي هو إيه زي نبيلو كده في المفاوضات ممكن ينزلوا لتنين يعني المشكلة عند بلادي الزمالك مش هتبقى في شراء اللاعب هيشتروه هيشتروه بأي شكل هيشتروه مفيش مشكلة الزمالك عنده حكايتين في عمر السومة شوف انا بحكي لك بالتفصيل الممل بالتفصيل الممل جدا عشان ما تقولش انه الخبر بيترمي وخلاص في حاجتين اول حاجة انه الزمالك عنده منافسة كبيرة مع العرب القطري اللي عايز يشتري السومة من اهل جدة بشكل نهائي فهيخش معاه زي بيقولوك ده ايه في مزاد ده واحد طيب الازمة الاكبر ايه هي راتب السومة نفسه راجل بياخد تلاتة مليون دولار مع العرب القطري هتدفع لهم هتدفع عنده الرقم ده ازاي مية وعشرين مليون جنيه في السنة مية وعشرين مليون جنيه في السنة هتدفعه ازاي ده لو هو ما طلبش زيادة هتدفعهم ازاي دي ليها كصة بقى كصة ايه انه احد محبي نادي الزمالك في الخليج رجل اعمال كبير مستعد انه يدعم هزي الصفقة يدعم راتب السومة في نادي الزمالك فالحتة بتاعت الراتب ينفع تتحل او والد انها تتحل يبقى احنا عندنا المعدلة الوحيدة في الصفقة دي ايه هي المنافسة مع العرب القطري نادي الزمالك بيقنع السومة بايه تأسمي كبير في قارة اسيا الاضواء يعني باعدت عنك شوية بعد ما مشيت من الدوري السعودي مع نادي الزمالك هتطلع في الاضواء مرة اخرى منافسة في البطولة المحلية والبطولة الافريقية انتشار اكبر تجربة جديدة خارج الخليج تفاصيل كتيرة بيحاول يقنع بيها نادي الزمالك السومة انه ينضم للفريق موضوع الامور المالية لا الزمالك هتطلعها خطة لحلاه بس المنافسة ما بين الزمالك والعربي القطري على موافقة اللاعب نفسه مش اهلي جده اهلي جده مستعد خلاص انه يبيع السومة مش هيحسن المشكلة فكرة انه اللاعب نفسه يختار مين بقى اختار العربي اللي عمل معه ارقام عظيمة جده تعالى وليك ارقام السومة مع العربي القطري عشان تفهم هو فيه عشان لا يناس بетقولك ايه يا عم السومة ايه خالص بقى السومة ده انتهى تعالى شوف الارقام اللي مش طبيعية اللي عملها السنة اللي فاتت مع العربي القطري يلا مين اللي هو الموسم المنتهي مؤخرا ده لعب سبعة وعشرين مباراة وسجل سبعة وعشرين هدف يعني بمعدل هدف كل مباراة لا مش بس كده ده صنع ستة هدف كمان في الموسم ده معاهلي جاد ده بقى لعب ميتين اتنين واربعين مباراة سجل مية تلاتة وتسعين هدف وصنع تلاتين هدف يعني تقريبا بمعدل التسجيل والصناعه وبرضه معدله هدف كل مباراة سواء بالتسجيل أو الصناعه كمشاركة في التسجيل ارقام مذهلة ارقام مذهلة للسومة ولو جي نادي الزمالك هتبقى صفقة خيالية لنادي الزمالك هتبقى مكسب عظيم جدا لنادي الزمالك طيب ده السومة طيب ده معناها كريم اللي انت بتقولي انه الزمالك مش بيفكر في أشرف بن شرقي ان الزمالك مش بيفكر في البرانون صبحي لا مش بقولك كده مش بنفي اللي بيقوله كده أصلا عشان الزمالك فعلا بيفكر في أشرف بن شرقي عشان الزمالك فعلا بيفكر في رمضان صبحي بس لو حطيت أولويات هو أولويات السومة طيب هل ينفع يجيب السومة أشرف بن شرقي ورمضان صبحي صعب تجيب التلاتة صعب جدا تجيب التلاتة لأمور ملايا ينفع تجيب منهم اتنين هتبقى برضو صعبة شوية بس تمشي